تقليد دأبت عليه مصالح الحماية المدنية بتوعية الناشئ وسكان المناطق المعزولة بمخاطر غاز أول أوكسيد الكربون الصامت القاتل ودورياتها المكوكية للمدارس والمؤسسات التربوية جزء من المهام المنطة بها نظمة مدير الحماية المدنية لولاية أم البواقي حملة حسيسية تواوية تجوب جميع دوائر الولاية بمشاركة الفاعلين منهم مصالح سونانغاز مصاحة نفطال، مدير الطربياء، مدير الصحة والسكان، مدير الشؤون الدينية حيث لقت هذه الحملة حسيسية استحسانا كبير من طرف المواطنين التلاميذ تجاوب مع النصائح المختلفة من طرف المصالح الفاعلة في الميدان منها سونالغاز ومديرية التجارة بالإضافة لمديرية أخرى نشطت جو التعريف بمخاطر تسربات الغاز حيث أفض التلاميذ بمخاطر غاز ثنائي أوكسيد الكربون يمكن الانتصال بالحماية المدنية أثناء وجود خطر على الرقم 11-21 متوسطة بحر عبد الحميد بحيص والحية كانت نقطة من نقاط الجولة التي تقودها الحماية المدنية عبر عديد بلديات ولاية أم البواقي للتحسيس بمخاطر غاز أول أوكسيد الكربون إلى غاية نهاية فصل الشتاء ترجمة نانسي قنقر